الجيش يطلق عملية عسكرية لتحرير محافظة البيضاء وقوات الأمن في أبيان تنهي تمرد مدير أمن لودر المقال توجهات رئاسية بسرعة معالجة جرح الحرب في تعز واستمرار الاحتجاجات المطالبة بإقالة ومحاكمة الفاسدين في المحافظة رئيس المحكمة العليا يوجه بفتح المجمع القضائي في عدن والمؤسسة الاقتصادية تنتقد تدخل محافظ عدن في صلاحيات مديرها لن أعلم بكم مشاهدين الأعزاء لعنشرة التأسع التي يقدمون لكم مشاما زياد ومروى السوادي أهلا بكم أطلقت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية عملية عسكرية لاستكمال تحرير محافظة البيضاء من الميليشيا الحوثية وأكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة محمد الإرياني أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بدأت اليوم عملية عسكرية واسعة تحمل اسم النجم الثاقب لتحرير محافظة البيضاء من ميليشيا الحوثية الوزير الإرياني قال أن العملية العسكرية حققت انتصارات ميدانية شملت تحرير عدة مواقع في جبهة الحازمية في مدينة الصومعة في حين لازالت المعارك مستمرة معضحا في السياق ذاته أن قوات الجيش باتت على بعد ثلاثة كيلومترات من الخط الرئيس الرابط بين البيضاء ومكيرس وجه نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح بسرعة معالجة موضوع جرح الحرب بمحافظة تعز وفق آلية موحدة تتضمن معالجة جميع الجرحة في المحافظات المحررة وبحسب مصادر في مكتب محافظة تعز نبيل شمسان فأن توجهات صريحة وواضحة من نائب رئيس الجمهورية إلى رئيس الحكومة معين عبد الملك قضت بسرعة معالجة جرحة تعز ومساومتهم ومساواتهم بجرحة محافظة مأرب عبر لجنة وآلية موحدة تشمل جميع الجرحة وتضمنت توجيهات سرعة إيجاد المعالجات نهائية لملف الجرحة في تعز وتلبية احتياجاتهم بهدف إنهاء معاناتهم تقديرا لأدوارهم في مقارعة ميليشيا الحوثيين وفي سياق متصل وجه رئيس الوزراء معين عبد الملك الجهات المعنية في الحكومة بتنفيذ أوامر نائب رئيس الجمهورية بشأن صرف التغذية الخاصة بمحور تعز العسكري بصورة منتظمة وإزالة العراقيل بما يخدم توحيد كافة الجهود الرامية للاستكمال معركة تحرير المحافظة من الميليشيا الحوثية كما تضمن توجيهات رئيس الوزراء الأوامر المتعلقة بملف جرحة تعز بعد الاحتجاجات المستمرة للجرحة وتصعيدهم بإغلاق مبنى المحافظة للمطالبة بمستحقاتهم المادية المحتجزة من وزارة المالية لدى البنك المركزي في عدن وتعرضهم للإهمال من قبل السلطات ما طاعف من معاناتهم هذا وتتواصل في تعز الأسبوع الثامن على التوالي احتجاجات تندد بفساد السلطة المحلية ومطالب بتقديم المتورطين إلى التحقيق تمهيدا لمحاكمتهم وعد ميات المحتجين في تعز شعائر صلاة الجمعة أمام مبنى المحافظة المؤقت تأكيدا على مواصلة احتجاجهم ضد فساد السلطة المحلية ووجه خطيب الجمعة عددا من الرسائل إلى رئيس الجمهورية ورئاسة الوزراء والسلطة المحلية مشددا على سرعة الاستجابة لمطالب المحتجين التي من شأنها إعادة الحياة للمحافظة مشيرا إلى أن تدهور الوضع الاقتصادي ناتج عن سوء إدارة السلطة في المحافظة وعقب داي صلاة الجمعة نفذ الميات وقفة احتجاجية أمام مبنى المحافظة المؤقت للمطالبة بتغيير المسؤولين الفاسدين من المكاتب والمؤسسات الحكومية وندد المحتجون في الوقفة بخذلان الرئاسة والحكومة لمطالبهم وكدين استمرارهم في الاحتجاجات حتى تتحقق كافة المطالب وتحال ملفات الفساد للجهة المسؤولة في القضاء وقال محتجون لقناتهم من شباب أن هناك خطوات تصايدية ستشادها المدينة خلال الأيام القادمة في حال استمرت عنّة السلطة المحلية إزاء مطالبهم مطالبنا واضحة وقلية وتصعيدنا السلمي مستمر فنقول مطلبنا هو فك ارتباط هوامير السلطة المحلية بالمال العام وبإرادات المحافظة واعتماد مبدأ الشفافية ومبدأ الكفاءة والنزاهة في شغل المناصب الحكومية العليا والوسطى بعيدا عن المحاصصة والحزبية المقيتة فالسلطة المطلقة مفسدت المطلقة فنحن لازمنا في الشارع ولن نبرح مكان في الشارع حتى يتم تحقيق جميع مطالبنا الحقوقية والمطلبية ومنها أهمها الخدمات وإزارات وإزاحة الفاسدين فتصعيدنا مستمر ولن نبرح المكان حتى تحقيق جميع مطالبنا المكفولة إلى محافظ محافظة تعز لا تراهن على ملل الثوار ولا على ملل المتظاهرين إذا لم تحال ملفات الفساد إلى النيابة فسيستمر الثوار وستكون هناك خطوات تصعيدية سكوت المحافظ عن ملفات الفساد إما أنه مشارك في الفساد أو أنه مظل للفساد سقط قتلى وجرح في اشتباكات متقطعة بين قوات الأمن بمحافظة أبيان ومسلحي مدير أمن مديرية لودر المقال الخضر حمصان مصادر محلية أكدت لمن شباب أن قتلين من عناصر الخضر حمصان سقطوا وأصب أربعة آخرون أحدهم من قوات الأمن إثر الشبكة المتقطعة اندلعت بين الطرفين وسخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والخفيفة بعد فشل لجنة وساطة محلية في إنهاء تمرد مدير أمن لودر المقال وأضافت المصادر أن المجلس الانتقالية استغلت توتر الأمنية القائم ودفع بمجامع مسلحة دعما للتمرد حمصان وأبشروا بمهاجمة قوات الأمن في الوقت الذي كانت تجري فيه وساطة محلية لمحاولة إنهاء التمرد وخفض التصعيد العسكري وأسفرت المواجهات عن بسط قوات الأمن سيطرتها على مديرية لودر بعد يوم من توجه الحملة الأمنية لإنهاء تمرد حمصان وتنفيذ قرار وزير الداخلية بتعيين مدير أمن جديد للمديرية لأن وساطة محلية تدخلت أمس لإقناع حمصان بتسليم إدارة الأمن دون مواجهة وفي شأن آخر قالت السعودية أن تصعيد ميليشيا الانتقالي المدعومة إماراتية لا ينسجم مع اتفاق الرياض في حين أعلنت عن توافق جديد بين ممثلي الحكومة والانتقالي على وقف كافة أشكال التصعيد السياسي والعسكري والأمني والاقتصادي والاجتماعي والإعلامي وفق آلية اتفق عليها الطرفان لوقف التصعيد السعودية وفي بيان نقلته وكالتها رسمية انتقدت تصعيدا من قبل ميليشيا الانتقالي وقالت أن التصعيد السياسي والإعلامي وما تلاه من قرارات تعيين سياسية وعسكرية من قبل الانتقالي لا تنسجم مع ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين ودع البيان طرفي اتفاق الرياض إلى الاستجابة العجلة لما تم التوافق عليه ونبذي الخلافات والعمل بالآلية المتوافق عليها وتغليب المصلحة العامة لاستكمال تنفيذ بقية بنود الاتفاق لتوحيد الصف لمختلف أطياف الشعب اليمني وحقن الدماء ورأب الصدع بين مكوناته واستكمال مسيرته لاستعادة دولته وأمنه واستقراره ودعم جهود التوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة في البلاد جددت أحزاب التحالف الوطني للقوى السياسية تأكيد أعلى سرعة استكمال لتنفيذ اتفاق الرياض بشكل فوري وعاجل لاسيئ ما شق العسكرية والأمني وقالت أن ذلك هو الضمانة الوحيدة لقيام الحكومة بمسؤولياتها عند السورية كما جددت الأحزاب التأكيد على رفضها القاطع لكل أعمال العنف وجميع الميليشيات التي لا تعمل تحت سلطات الدولة والحكومة الشرعية وحملة معرقل تنفيذ اتفاق الرياض المسؤولية عن تداعيات العنف والفوضى التي تضرب مدينة عدن جاء ذلك في بيان وقعه 13 حزبا تنضوي في إطار التحالف الوطني فيما تخلف عن توقيعه الحزب الاشراكي وتنظيم الوحدوي الناصري بشأن الأوضاع في مدينة عدن وحادثة اغتيال الناشط السياسي بلال منصور أحد كوادر حزب تجمع اليمني للإصلاح أمام منزله يوم الأربعاء الماضي الأحزاب دعت في بيانها الحكومة ومؤسساتها الرسمية للعودة إلى عدن فور تنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض وقالت إن أياد الغدر والجريمة ما كان لها أن تمارس هذه الأفعال الشنيعة لو لا سيطرة ميليشيات غير قانونية على حساب حضور أجهزة الجيش والأمن الرسمية من جانبه دعا النائب في البرلمان اليمني شوق القاضي دعا قيادة الحزب الاشراكي وتنظيم الوحدوي الناصري إلى تقديم تفسير حول امتناعهما عن التوقيع على بيان أحزاب التحالف الوطني وطلب النائب والقاضي في منشور الله على فيسبوك قيادة الحزبين بتقديم تفسير لامتناعهم عن التوقيع على بيان إدانة اغتيال الناشط في حزب الإصلاح بلال الميسري في عدن وكان رئيس الهيئة العليا لحزب الإصلاح محمد اليدومي قد انتقد صمت القوى السياسية المشاركة في الحكومة وغير المشاركة فيها عن إصدار بيان لإدانة حادثة اغتيال الميسري وقال إن هذا صمت المطبق يثير أكثر من علامة السفهام وتعشب وجه رئيس المحكمة العليا القاضي حمود الهيتار محافظة عدن ومدير أمنها بفتح المجمع القضائي وإخلائه من كافة العناصر المسلحة التابعة لميليشيا الانتقالية المدعومة إماراتية وشملت توجيهات القاضي الهيتار إحالة عناصر الميليشيا المتسببة في إغلاق المجمع القضائي إلى النيابة العامة وكذلك إحالة رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي بصفاتهم النقابية إلى هيئة التفتيش القضائي للتحقيق وتصرف فيما ارتكبوه من تعطيل لأعمال القضاء والنيابات منذ مطلع فبراير من العام الجارية توجيهات رئيس المحكمة العليا تضمنت أيضا توجيه المحامي العام الأول باتخاذ الإجراءات القانونية لفتح مكتب النائب العام وتمكين العاملين فيه من العمل بالتنسيق مع الجهة المختصة كما وجه القاضي حمود الهتار رؤساء المحاكم ونيابات للسناف في عدن ولحج والضالع وأبيان وساحل حضر موت باتخاذ الإجراءات القانونية لفتح المحاكم والنيابات الواقعة ضمن اختصاصهم وتمكين العاملين فيها من أداء مهامهم بتعاون مع الجهات المختصة تمتلك اليمن رصيدا هائلا من ثروة الفن الغناية الذي تسخر به البلاد منذ قرون طويلة وخلال الأيام الأخيرة أثبت اليمن يونى لميليشي الحوث الانقلابية أنهم لن يسمحوا بإسكات صوت النغم اليمني الذي تردد صداه في بقاع عريضة في العالم بعد مسيرة فنية عريقة ومتفردة هوية يمانية وهواية مميزة وهو انتعشقه الأرواح وتألفه الأسماع من مطلع النغم الفن الغنائي اليمني في حضرة تعز في احتفال فني خالص إحياء ليوم الأغنية اليمنية بعد أن بادر مجموعة من الفنانين والنشطاء على مواقع التواصل بالدعوة لإحيائه في الأول من يوليو وإعلان الحكومة لاعتماده عيداً رسمياً في كل عام هو أولاً رسالة تضامن مع نجوم صنعاء ضد ما يتعرضون له من شيطن ومن منع من قبل الظلاميين أيضاً هو مواصلة لدور تعز الرياضي والثقافي هي تقدم ملامحها الحقيقية ألوان عديدة للأغنية اليمنية تتنوع باختلاف الجغرافية وجميعها ارتبطت بمختلف تفاصيل الحياة الاجتماعية لليمنيين الوطن والأرض الحب والغزل اللقاء والفراق كلها غنى هالفن طرباً واستجابت له في صدى بهيج والعمر بشعر إما ناري ولا نعيب بشعر حياة سجل اليمنيون تباصلها بأغانيهم شعر ولحن وموسيقى خلفت كنزاً فنياً عظيماً وبحاجة اليوم لمن يحافظ عليه حمادة شاب عشريني يهوى الفن ويمارسه منذ سنوات يقول إن الأغنية اليمنية تحمل خصوصيتها الفريدة وهو يحاول الحفاظ عليها بتجديدها قدر إمكانياته باعتبارها إرثاً فنياً لا ينبغي له الركود أي أغنية مثلاً للفنانين القدماء أبو بكر سالم أيوب طارش نعمل على توزيعها بشغل جديد وآلة حديثة لأنه في ذلك الزمن لم تكن الآلة المتوفرة لديهم مثلاً فأنا أعمل على تجديدهم من ناقل الحفاظ عليها وقع لها لا تنتثر يمتد عمر الأغنية اليمنية منذ آلاف السنين وصلت لبلدان عديدة وانتشرت في كثير منها تعرضت للسرقات ويراهن مختصون في مجال الفن الغنائي على الجيل القادم من الموهوبين لحمايته وتعزيز الانتمائلة كهوية يمنية أصيلة من نظر تكازان ضغط الهوى مر ضغط الهوى مر أي من قائد يمن شباب تعز في سياق المتصل قال ناشطون في تعز إن الاحتفاء بيوم الأغنية اليمنية أشبه بتظاهرة فنية للرد على الممارسات القمعية لميليشيا الحوثيين الإقلابية وأضاف الناشطون في تصريحات لهم على قناة يمن شباب أن من حق اليمنيين أن يحتفوا بهذه الأغنية ولا يمكن لأحد أن يمنعهم من ذلك ما يحدث اليوم هو عبارة عن تظاهرة فنية في ظل ممارسات قمعيات ممارسة ميليشيا الحوثيين في صنعاء لمنع الفنانين وإطفاء الجماعة الدينية بعدم تيذير الأغنية الأغنية هي تاريخ وهوية وفن واحد يوليو الذي يعتبر بالنسبة لنا ليس يوم أغنية فقط إنما هو يوم الأغنية اليمنية العالمية هناك العديد من الشباب على مستوى العالم من اليمنيين يحتفلون بهذا اليوم بالنسبة لنا الأغنية اليمنية من حقنا أن نفرح بها من حقنا أن نفتخر بها الأغنية اليمنية هي خالدة وعريقة مثل هذه الفعاليات هذا اليوم ليس كفيلا بأن نعطي كل ما أعطاه التاريخ الفني للأغنية اليمنية كما أوضحت نشطات أن تخصيص يوم للأغنية اليمنية يعد أمرا هاما باعتباره إضافة مميزة لتاريخها العريق مشيرات إلى أن الأغنية بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى للحفاظ عليها من السرقات والاندثار وذلك بتجديدها وأحيائها والاهتمام بالموروط الغناء الشعبي الفن هو الذي يحفظ للحضارة جوهرها وتعريقها وتخصيص يوم للأغنية اليمنية كان واجبا ومهما خاصة أنها بالثترة الأخيرة تعرض للسرقة والانهدار وهذا اليوم هو نقلة عظيمة لتاريخ الفن اليمني أغنية اليمنية طبعا شيء تراثي شيء يميزنا إحنا طبعا بالضبط بالأول فعن بقية البلدان الأخرى فهذا شيء مهم إن إحنا نحيي هذا اليوم فحلو فكرة جيدة لإحياء هذا اليوم من مكتب الثقافة مبادرة جدا حلوة وقمنا إلى شان الآخر حذو طلب رئيس مجلس النواب سلطان البركاني من الحكومة أتوضيح بشان دخول بواخرة محملة بالمشاقات النفطية إلى ميناء المخى غربية تعز بصورة مخالفة للإجراءات القانونية جاء ذلك في مذكرة وجه البركاني إلى رئيس الحكومة معين عبد الملك بناء على السؤال المقدم من عضو المجلس عبد الخالق عبد البركاني وبكيل بن ناجي الصوفي وفق ما ذكر مجلس النواب في حسابه على موقع فيسبوك يأتي ذلك بعد أيام من كشف موقعي من شباب عن إرسال ناقلات محملة بالمشاقات النفطية إلى ميناء المخى دون علم الحكومة أو التنسيق معها وتفريغها في البنى التحتية تابعة لمحطة الكهرباء البخارية ومن ثم توزيعها وبيعها في السوق السوداء لتعود عائداتها لصالح تلك التشكيلات المسلحة خارج إطار شرعية وطلبت مذكرة البرلمان من رئيس الحكومة الإفادة عن صحة المعلومات التي تشير إلى دخول عدد من البواخر المحملة بكميات من مادة الديزل إلى ميناء قناة بمحافظة شبوة وميناء المخى بمحافظة تعز بصورة مخالفة للإجراءات القانونية المتبعة ودون حصولها على تراخيصة رسمية وكذا دون تحصيل الرسوم المستحقة للدولة من جماري وضرائب أما في عدن فقد وجهت المؤسسة الاقتصادية بعدم التعامل مع قرار المحافظ أحمد لملس بشأن تعين مدير لفرعها في العاصمة الموقتة عدن واعتبرت القرار مخالفا للقانون جاء ذلك في تعميم صادر عن مدير المؤسسة العميد سامي السعيدي موجة موجه إلى الفنك المركزي والمؤسسات والهيئات والبنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة والتجار والمتعهدين والمقاولين والمستأجرين لعقارات وأراضي المؤسسة وقال التعميم إن المؤسسة الاقتصادية مؤسسة مساقلة ماليا وإداريا ومهام تعيين مدراء الفروع والإدارات من صلاحيات مديرها رئيس مجلس الإدارة وشدد على عدم جواز تدخل من قبل محافظ عدن في صلاحيتها نددت الولايات المتحدة بالهجمات التي تواصل الميليشيا الحوتية الإرهابية شنها على مأرب وقالت إنها سائمت من استمرارها جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس في مؤتمر صحفي قال فيه إن الولايات المتحدة سيمت من هجمات الحوثيين ومنزعجة من الهجمات على مأرب كما جدد المتحدث إدانة بلاده للهجوم الصاروخي الحوثي على حي سكاني في 29 من يونيو الماضي بمأرب الذي أسفر عن استشهاد ثلاثة مدنيين بينهم طفل وإصابة عشرة آخرين وقال إن الهجوم على مأرب يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها اليمنيون وشدد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية على أن الوقت حان لإنهاء الصراع في اليمن وتقديم لغاثة الفورية للمتضررين أدانت منظمة سام للحقوق والحريات قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بحجز ومصادرة أرصدة ودائعة وأموال بنك التضامن وقالت المنظمة في بياننا اليوم الجمعة إن القرار الذي أزرت في الميليشيا نهاية يونيو بمصادرة وحجز كافة أرصدة وأموال ودائعة بنك التضامن أكبر قرار جائر وسلوك مشين يهدد ما تبقى من هامش اقتصادي مترد في اليمن منظمة سام أعتبرت هذا الإجراء سلوكا غير قانوني كونه صادرا عن محكمة غير مختصة بالمنازعات التجارية والتخضع لسلطة انقلابية غير شرعية تنفذ سلسلة إجراءات إقصائية ضد القطاع المصرفي ومنها بنك التضامن وفروعه منذ أشهر قريبة المنظمة أشارت إلى أن تمادي ميليشيا الحوثيين في ممارساتها غير القانونية على الصعيد الاقتصادي يعد عقوبة جماعية أو وسيلة لتحقيق أغراض أو مآرب سياسية على حساب حقوق الأفراد الأساسية ضمن المضايقات المستمرة التي تمارسها على القطاع الخاص في مناطق سيطرتها أقرت ميليشيا الحوثي مصادرة أموال بنك التضامن الإسلامي بذريعة وجود أرصدة للرئيس هادي في البنك ما استدعى رد البنك على قرار الميليشيا وكشف مخاطر تنفيذه ما قد يعرضه لعقوبات دولية بتهمة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال بعد أيام من تسريب ميليشيا الحوثي لوثيقة بأمر الحجز والتجميد لكل أرصدة وأصول بنك التضامن الإسلامي الدولي في صنعاء بدأت ملامح الخلاف تتضح أكثر فأكثر الطرفان استخدمت تسريب عبر وسائل التواصل الاجتماعي كوسيلة لإطلاع الرأي العام على القضية التي يبدو أنها استغرقت جهدا ووقتا طويلا في مفاوضات فاشلة سربت ميليشيا الحوثي وثيقة أخرى صادرة من النيابة الجزائية الحوثية المتخصصة والحارس القضائي صالح الشعر الذين يسيطران على أموال وممتلكات مئة الأشخاص ممن يتهمونهم بالعمالة تقول الوثيقة الحوثية إن لدى الرئيس هذه أموال طائلة لدى بنك التضامن تبلغ قيمتها قرابة 31 مليار ريال يمني في حسابين منفصلين بالإضافة إلى حساب ثالث بالريال السعودي تبلغ قيمته 636 مليون ريال سعودية ما يعني بسعر صرف اليوم في المناطق المحررة أن ميليشيا الحوثي تريد السيطرة بدربة واحدة على مائتي مليار ريال يملكها الرئيس هذه في بنك التضامن بتهم الخيانة بنك التضامن الإسلامي عمد هو الآخر إلى تسريب رده على المحكمة الجزائية الحوثية بوثيقة مكونة من صفحتين وجهها إلى نائب محافظ البنك المركزي الحوثي في صنعاء يقول البنك إنه تلقى تحذيرات جدية من لجنة المراقبة الدولية من التعامل مع نيابة الحوثية الجزائية والحارس القضائي لأن ذلك يعني غسيل أموال وتمويل الإرهاب وسيتعرض البنك إثرها لعقوبات دولية البنك قال أيضا في معرض حججه على نيابة الحوثية إن رئيس هادي سينتزع المبلغ من المناطق التي يسيطر عليها إن سمح البنك للحوثيين بالسيطرة على أمواله في صنعاء ما يعني أن البنك واقع بين مطرقة الحوثيين وسندان هادي وقد يدفع المبلغ مرتين كما تحدث البنك عن توجيه حصل عليه من مهدي المشاط يشدد فيه على عدم تدخل نيابات جزائية الحوثية بعمل كل البنوك اليمنية بعد إقناعه بتحذيرات خطيرة تواجهها البنوك إن تعرض لها الحوثيون وقال البنك إنه أقنع هادي بعدم الصحب من أمواله المودة على ديه ويطالب الحوثيين بالتعامل بالمثل لتجنيب الاقتصاد خسائر باهضة اختتم في مدينة مأرب البرنامج التدريبي لتأهيل العاملين الصحيين في مجال المعالجة المجتمعية لإحالة سوء التغذية الحاد نظمته مؤسسة طيبة للتنمية بالتعاون مع مكتب الصحة بالمحافظة وتمول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وتلقى عشرة من المشاركين يمثلون ستة مراكز صاحية في مديريات الجوبة والعبدية وحريب تلقوا مفاهيم ومعارف جديدة حول المرض وأعراضه وكيفية اكتشاف الحالات المرضية التي تعاني منها ومعالجتها وكذا مدير مكتب الصحة بمارب عبد العزيز الشدادي أهمية الدورة لرفع آداء العاملين الصحيين المستهدفين في البرنامج وتطوير قدراتهم وإكسابهم مهارات نوعية جديدة فيما أوضح منسق مشروع التغذية بمؤسسة طيبة عبد الباري الأهدل أن المشروع يتضمن تدريب الكوادر العاملة في المراكز والمرافق الصحية المستهدفة في مجال سوء التغذية ودعمها بالإمدادات الدوائية والمستلزمات الطبية اللازمة شهدت محافظة الضالع تفشي أمراض سوء التغذية بين الأطفال حتى بلغ عدد المصابين بسوء تغذية الحاد والوخيم خلال الربع الأول من العام الجاري 2400 مصاب وهو رقب يمثل أضعاف ما كان يستقبله المركز في نفس الفترة من العام الماضي عاجز حتى عن البكاء فما بين الجوع والوجع تكمن قصته الحزينة رضوان أمين سعيد طفل في العام الأول من عمره وسعف في مركز الجبارة بمريس بعد أن ساءت حالته بسبب سوء التغذية الحاد ومضاعفاته الذي بات ينهش جزده النحيل ويضاعف من معاناة أسرته اليومية لسا الطفل الوحيد طبعا الذي توافد لنا أم أطفال كثيرين جدا هنا في مريس بذات النازحين وهذا بسبب سوء التغذية أكيد يعني قلة التغذية أو قلة الحاجات القدائية التي تناولها لسوء المعيشة ومن كونهم العزحين ناقص خطرا قرعته الجهات المختصة مع ارتفاع مخيف لمرضى سوء التغذية في مركز عاصمة المحافظة حيث بلغ عدد المصابين بسوء التغذية الحاد والوخيم خلال الربع الأول من العام الجاري 2400 إصابة وهو رقم يمثل أضعاف ما كان يستقبله المركز في نفس الفترة من العام الماضي إجمالي عدد حالات سوء التغذية الحاد المتوسط بلغ 5287 حالة معظمها في مديريتي قعطبة والأزارق نتيجة الفقر والنزوح وتأثيرات الحرب قسم التغذية ساعته 10 سر فقط وروفتين غير كافي لاستقبال الحالات نتيجة الازدهام الحالات بكترة قد لبنا طلبنا إلى منظمة الصحة العالمية والمنظمات الأخرى ولكن لم تفي بعودها حتى اليوم نحن نطالب الجهات المختصة بالدعم وتوفير الاحتياجات من الأدوية والقعايد والمستجمع الطبية لغسم التغذية وأيضا توسعة الغسم تعكس هذه الصور الوضع الإنساني والصحي في اليمن حيث يدفع الناس ثمن الحرب والتدهور الاقتصادي الذي تشهده البلاد وأكدت تقارير دولية أن سوء التغذية الحاد يهدد حياة نصف الأطفال دون الخامسة خلال العام الجاري 2021 في اليمن وأن الأزمة الإنسانية مستمرة في إلحاق أضرار فادحة بالأطفال وكانت الضالع واحدة من بين عدة محافظات يمنية الأكثر تضررا بحسب التقارير مشاهدنا في نهاية نشرعيك متذكير بأبرز ما جاء فيها الجيش يطلق عملية عسكرية لتحرير محافظة البيضاء وقوة الأمن في أبيان تنهي تمرد مدير أمن اللودر المقان توجهات رياسية بسرعة معالجة جرح الحرب في تعز واستمرار الاحتجاجات المطالبة بإقالة ومحاكمة الفاسدين في المحافظة رئيس المحكمة العليا يوجه بفتح المجمع القضاء في عدن فالمؤسسات الاقتصادية تنتقد تدخل محافظ عدن في صلاحيات مديرها انتهت النشرة إلى اللقاء كمان الله اشتركوا في القناة